اطلقت هيئة البحرين للثقافة والاثار جائزة لولو البحرين وفائل المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخ لولو بنت محمد الخليفة رائدة العمل النسوي في مملكة البحرين جاء ذلك في مؤتمر صحفي ترأسته معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار حيث أوضحت أن الجائزة ستقدم مرة كل سنتين تثمينا للروح التي ناضلت وثابرت من أجل الارتقاء بالمجتمعات والإنسان وتخليدا لذكر تلك الأعمال الإنسانية التطوعية التي جادت بها يد المرحومة الشيخة لولو بنت محمد الخليفة التي لم تتأخر يوما في مسح دمعة كل محتاج وبادرت بأفعالها المشرقة لأن تكونت داعمة لكل من أضناهم الوصول إلى ضفة الأمان المعيشي ومن فقدوا السند والعونة من أجل أن يكملوا مسيرهم نحو التطور كما الآخرين سارعت هيئة البحرين للثقافة والآثار نحو إطلاق جائزة لؤلؤة البحرين كعربون وفاء لما قامت به الشيخة لولو بنت محمد الخليفة من أفعال ارتبطت ارتباطا وثيقا بقضية الإنسان والإعلاء من شأنه في شتى المجالات تخليدا لذكرة في قلوبنا وفي ذكرة البحرين الشيخة المعطاءة القالية الوالد العزيز الشيخة لولو بنت محمد الخليفة التي أعطت البحرين كثير ومنها تعلمنا الكثير يأتي إطلاق الجائزة وتزامنها مع المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية حين تقدم في نسختها الأولى إلى الفائز بأجمل بحث أو بأفضل مشاركة ستكون في مدرسة الهداية قريبا بيتها مدرسة الهداية الخليفية أول مدرسة للتعليم النظامي التي سيكون حفل الجائزة الأولى فيها الإنسان البحريني الذي عرفها من خلال أعمالها التطوعية للمساعدة، للمرأة، للطفل، للفئات الخاصة جميع الفئات في المجتمع فأنا وجدت أنها إنسان داخلها إنسان وهذه الهبة من رب العالمين لخدمة المجتمع والتطوع ليست موجودة عن كثير من الناس الجائزة ستوفر فرصة المشاركة الكاملة لكل فرد أو مؤسسة عبر منتج فكري مطبوع يتطرق إلى أحد الموضوعات التي تندرج تحت مسمى خدمة المجتمع وتنويره وبث قيم الانفتاح بين أبنائه وكل ما يختص بتنمية المجتمعات العربية فكريا، ثقافيا وحضاريا الجائزة مفتوحة لكل الباحثين لمن يقدم كتابة مطبوعة أو منشورة في مجال التطوع وتطوير وخدمة المجتمع الجائزة التي ستسلم بنسختها الأولى عام 2018 والتي ستقدم مرة كل سنتين مع فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب وتزامنا مع جائزة شخصية العام الثقافية تحمل العديد من الأهداف الثقافية والإنسانية المتعلقة بنشر وترسيخ ثقافة العمل الإنساني الخدمي باعتباره أسلوب حياة تنتهجه الشعوب التي تعي مفهوم المسؤولية نحو المجتمع بكل مكوناته فضلا عن تشجيع الأفراد والمؤسسات للتوجه نحو الكتابة في موضوعات تساهم في زيادة ثقافة ومعرفة الإنسان في مجالات الحياة المتنوعة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات